لحظوا معي بعد العدد الستارت شوفوا اليوزر عندي جوجو وفيه بسورد تمام بصعد تشغيل الجهاز استارت أما طريقة تشغيل الفلاش على البوت فيه لها شرح سابق في الفيديو تمام راح أقل عنا من الفلاشة فلاشدسك طيب طالك من الفلاشة هذي طالت النافذة هذي ضطن معي انتر طب بنفس الشرح خطوة خطوة طيب الان راح تطالك خيارات 1 2 3 4 انا عندي كم هاردسك في الجهاز عندي هاردسكين عندي هاردسك 120 جيجا و هاردسك 160 جيجا طيب الـ 120 جيجا اللي فيه هو النظام اللي هو رقم كم؟ رقم 2 لحظوا معي 2 انتر طيب تمام راح أطلع لكم الشاشة هذي بعدها انتر ثاني طيب راح أطلع لكم نفذة هذي ما ليش يا شباب تصوير مرة يعني مبواضح صراحة أنا أشرح لكم كيف طالت الكلام هذا اللي هو password شوفوا بكتب الحساب جي او جي او انتر رح تطلع النافذة هذي clear blank user password طيب اخترون الخير الاول تمام اللي هو حذف ال password ثم تطلع لك هذي النافذة هذي الكلام هذة تمام تطلع لك هذي الكلام هذي على الطول shift رقم واحد ثم انتر طيب ثم تضغطون لا ثم تروحون حرف q تمام انتر ثم تحطون حرف y تمام ثم حرف no اللي هو حفل n طيب تمام الان تضغط ctrl alt delete هتشغل الجهاز الان تشوفون كيف حذفت ال password بدون اي مشاكل ورح تعملكم بطريقة هذي على ويندز سفن وكس بي وفستا ويندز ثمانية ما جربت عليها ويندز ويندز اشتغل على طول اتمنى يا شباب الشرح واضح لكم بدون اي مشاكل واي شيء اي مشكلة يعني يطبق شخص عندكم يحط مشكلته وانا شرح ساعده اتمنى الشرح يا شباب نال اعجابكم اتمنى اشتراك في القناة اتنسوا لايكات والرد التقييم بالموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته